اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحاب وأجمعين إزايكم حباب قلبوا وبركوا وعملين إيه يا ربوا كلكم تكونوا بخير وحشتوني جدا 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 من المبارح للنهاردة وزي ما تشايفين النهاردة هنعمل روتين في وسط الطيور كلها وكمان هنأكل البط الزغير والبط الثاني الزغير الرئدة الأخرانية اللي كانت طلعنا فاكرينها عمر أسبوع دلوقتي بين أو عمر عشر تيام ما شاء الله آآ زي ما تشايفين النهاردة كده حبيت إن أنا طلع الروم وطلع الفراخ البلد شوية كده على السطح أكلهم برة بدل الحبسة بتاعتهم طبعا أنا عاوزة إن أنا أخليهم كمان الشمس كده تجي لهم أقل حاجة يعني كده من قصة الساعة لو أنت هتخرج الفراخ لو أنت عندك فراخ ولا حاجة لازم الشمس يعني لازم الشمس تلمس جسمها إزاي يعني الشمس لازم إن هي طولها تمام؟ ده بيكون أفضل ليها على فكرة عشان نقص الكالسام وكده وعشان كمان ما يجي لهمش كساح أو عراج أو يحصل لهم أي حاجة لقدر الله فمن وقت للتاني حاول إن تتخرجي الطيور اللي هي بيكون بعيدة عن الشمس حاول إن تتخرجيها في الشمس شوية يعني خلاص هنا زي ما أنتوا شايفين خرقتهم أكلتهم وحطت لهم عيش وحطت لهم على فدتهم خلطة يعني روقت عليهم على الآخر ما شاء الله وغيرت المياه بتاعتهم ودخلتها لهم تعالوا بقى مع بعض كده نشوف الحاجة بتاعتنا اللي إحنا هنعملها دلوقتي للطيور بتاعتنا إيه وكمان هنشوف هنعمل إيه للبط الصغير صلوا على النبي في التعليقات عليها أفضل الصلاة والسلام وللسه أول مرة أشوف القناة ياريت ينزي اشترك فيها وتفعل الجرس ما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة يكون جزاك الله كل خير حطوا لايكات كتيرة جدا عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس وكل يشوفوا الفيديو بتاعنا النهاردة ويستفيد عاوز أقول لكم ناس كتيرة جدا بتبقى بتربط يور أو تلاقي كده تحد يقولك إيه اتعابوا وشقوا وعملوا وشتغلوا أما إحنا بنعمل آيه جدعان أنا عايز أعرف بس إحنا بنعمل آيه إحنا بصوا إحنا جايبينها من تحت الفوق والله العظيم واحدة مش هقول لكم بقى لحد غريب يعني أنا هقول لكم عننا أنا بشتغل أصلا بقالي الوقت أزب من عشر سنين فدي مش حاجة غريبة علي أننا تعبوا وشتغلوا وشقوا وأننا يطلع عيني كده لغاية لما جيب القرش وفيش قرش على فكرة بيجيب السهل لازم أنت تعابي جدا 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 لغاية لما توصل الهدفك لغاية لما توصل للحاجة اللي أنت عاوزها ما فيش حاجة تيجي بالسهل أبدا فحاول بقدر الإمكان اجتهدي اجتهدي على قد ما تقدري عاوزة تفتحي مشروع عاوزة تشتغلي حاجة عاوزة تعملي حاجة حاولي أن أنت تجتهدي مش أكتر من كده عاوزة أقول لكم أسعار الطيور يعني في زمة الله حد هيقول لي لا الأسعار نزلت لا الأسعار الأيام اللي جاية هترفع خذوا بقى الكوبا من الأيام اللي جاية دي لإني الله المستعان هنا دورة البط بتاعنا الخليط المسكوفي والبلد زي ما تشايفين كده احنا هنا بأكل طبعا زي ما تشايفين حاليا لحد دلوقتي بأكل علف مش هنقلل العلب بتاعنا خلاص ولا هنشيل العلب بتاعنا حاليا لما البط يبقى عنده سبعين يوم كده إن شاء الله ولا حاجة نبدأ أن احنا نزبط بقى مرنا نقلل نسبة العلب بتاعته أو نشيلها خالص مش مشكلة بعد كده إن هو يأكل معي أي حاجة خلطات أي حاجة موجودة خلاص البط هنا جماعة هوا زي ما تشايفين وعمر تقريبا 35 أو 34 يوم ما يزيتش عن كده خلاص زي ما تشايفين ما شاء الله اللهم بارك هنا حطله علف صافي أهوت 21% وكمان حطى نزلت له بقى طبعا المياه ونزلت الحاجة بتاعته وخلاص يعني هو كده خلاص أكل معي لسه بقى هطلع له إن شاء الله على آخر النهار بإذن الله نبدأ برضو نحط الواجبة التانية بتاعته لأنه هو بيأكل واجبتين معي ما بحطش واجبة تانية في حد كان سأل انت بتأكل كم واجبة أنا بأكل واجبتين بأكل واجبة الصبح واجبة بعض العصر تمام أنا مأخدت طور بتاعته على كده فيه ممكن يحط واجبة واحدة العصرية يعني فيه ناس كثير جدا يعني بتتعب مثلا من طلوع السلم ما بتقدرش يعني كان فيه حد تقريبا تكلمنا على القناة قال لي أنا يعني حد كبير في السن ربنا يا رب يديك الصحة أو يديك الصحة بطلع مثلا كل يوم يوم ويوم بحط الأكل بحط المية مثلا تقضي يومين بحط الأكل مثلا يعب مثلا عندهم يومين بس بطلع طبعا بتلاقي الأكل فوق تقريبا حمضان أو بتلاقي الأكل إنه هو يعني فيه عنده كتير يعني فيه فائد فيه أكل لا حاولك قدر الإمكان إن شاء الله أي حد مثلا زغير ولا حاجة عندك يطلع يحط مثلا كل يوم أكله مية وينزل بس علشان خطر طبعا الأكل لو حمل أو جراله حاجة ده طبعا هيأثر بالسلبي على البط هنا شايفين يعني سبحانه يا بص عاوز أقول لكم حاجة في المقطع ده أنا كنت وقفة كنت وقفة شغالة والله العظيم يا جماعة زي ما تشايفين يعني عاوز أقول لكم طلعان عيني إن مش حتة واحدة اللي أنا بروح كذا مكان ما شاء الله فتفور فأنا ببدأ بقى من هنا لهنا لهنا فرخ بلدي رومي بط صغير بط لسه بط لسه عمر 10 ايام أو 8 ايام في الطيور الكبيرة الفراخ البلدي اللي هي الشامور البط المسكوفي البط اللي رائد طبعا بفضل طوله النهار لغاية لما بخلص بخط تقريبا ساعتين على السطح عاوز أقول لكم يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن ربنا عطينا صحة إن أنا أشتغل في الحاجة دي وإن أنا أكمل فيها والله العظيم بجد الناس كتيرة جدا كلمتنا مشاهد أنت إش معنى الشيء ده بالذات اللي إنتي اشتغلت فيه أو المشروع اللي إنتي عملت لها بتاع الطيور أنا ما نشعر فيها الله يا جماعة أنا أه بحب الطيور وبعشقها بصراحة بس إش معنى الموضوع ده أنا ما نشعر أنا لقيت نفسي في الموضوع ده بجد حتى لما كنتي منزلة القناة بتاعته الروتينات أو القناة اللي هي شغالة دلوقتي دي وكنت القناة دي أصلا كانت شغالة الروتينات بس ما لقيتش نفسي بصراحة في الروتينات يعني ما معرفش اه اتلاقيت نفسي مجدودة أكتر لتربية الطيور فعملتها بقى وخلت المحتوى بتاعها الطيور زي ما أنتوا شايفين كده ما شاء الله وبدأت ربي ما بيربش قعدت كبيرة حاجات على قدي بأشتغل على قدي بأكل على قدي كل حاجة كده ابتديها واحدة واحدة تلاقي كده خريعة من تحت الفوق زي ما قلتلك هتبدأ معاك واحدة واحدة إنما نطلع مرة واحدة دي ما فيش الكلام ده لازم تشقي لازم تتعبي لازم تكتهدي على قد ما تقدري علشان توصل الهدفك توصل الهدفك إزاي؟ بالاجتهاد بس مش أكتر من كده لاني انت تكتهدي وتسيب كل حاجة على ربنا اللي ربنا بيكون كذبه طبعا ونعمة بالله بيكون هو دوت اللي في الآخر يعني دوت الحاجة اللي انت مفيش فيها مفر هي دي الحاجة اللي خلاص يعني ربنا كتبها لك تمام؟ كان حد يسألني من حبيب على القناة وإخواتي كان قال له مشاهدة احنا عاوزين نتايتين وذكر هم موجودين وقلتلك تبلي رقم الواتس كتبتلك رقم الواتس ومحدش تكلم يعني فرقم الواتس عندي كناس كنت سيبه لك في التعليق تمام؟ علشان بس لو حد يسأل أو حد احتاجه كده أنا هتطلعه بس عرفيني بس أكد علي أنا طبعا البط ده جماع اللي هو البط المسكوفي تمام؟ ده البط المسكوفي اللي هو كان أبو شادي كان جايبهولي وكان فيه طبعا ضغبطة معاه من البداية خالص فلله الحمد يعني قدرت إلى حد ما أن أنا أصبطه يعني هو كان جاي لأصلا عيان وكان عنده نسبة سور مانيلا كانت عالية جدا 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 عليكته من صغر والحمد لله زي ما تشايفين عاوز أقول لكم الدكرة الدكرة 4 كيلو دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك الدكرة اللي هو السوداني اللي هو البني في اسود ده عاوز أقول لكم هو وزنه دلوقتي 3 كيلو ونص النوتي بسم الله ما شاء الله يعني 3 كيلو بسم الله ما شاء الله مقفل كيلو معايا ما شاء الله اللهم بارك أوزان جميلة جدا 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 بصوا أنا في اللقطة دي أقسم بالله أنا فعلا يعني ربنا يا رب يبارك ربنا يبارك أنا ما كنتش عارفة شي له ما شاء الله اللهم يبارك شايفين الحاجة عاملة ازاي ربنا يا رب يبارك كده كنت إسا بقول له أبو شاد نتباحوا بقى ونعنوا في التلاجة قال لي لأ سيبيه يتقل شوية كمان وكانوا يصور ربنا يا رب يديروا الصحة قال لي لأ سيبيه شوية كمان يتقل شوية كمان وخلصيهم بأتباحيهم وحطوهم في التلاجة بس أنا بصراحة من الناس اللي ما بتحبش إن هي تتباح طيور وتعين في التلاجة أنا ما بعرفش الحتة دي يعني بحب أتباح طازة الحاجة تكون لسه طازة يعني فريش في وقتها إنما حكاية الموضوع اللي هو إن أنا أتباح وخزن في الفريزر وكده وأخذ وقت ما حب أنا ما بعرفش أعمل الكلام ده والله يا جماعة بشوف ناس كتير جدا تقول لك عشان ما تهضرش في الأكل وعشان ما تأكلش على الفاضي ومش عارف ايه بس أنا من الناس اللي ما بعرفش أكل أي حاجة إلا لما تكون مضوحها وقتي يعني ما ما عرفش يعني أنا تخلقت على كده وتربت على كده ما عرفش أكل حاجة كانت متخزنة في التلاجة حتى لو هتتخزن أسبوع على فكرة كمان أنا النهار ده يعني أول كنت أول مرة إن أنا أقطف فراخ أو إن أنا أتباح فراخ كانت النهار ده يعني كانت تجربة كويسة بصراحة يعني أول مرة عملها بس كانت كويسة خلاص؟ هنا احنا دخلنا بقى للفراخ البلدي وخلصنا كده البط الزغير وخلصنا اللهم أصلى عن نبي وبرك لنا فيه وخلصنا الفراخ البلدي كمان وخلصنا البط كله ما عادش في كده للفراخ البلدي عاوز أقول لكم أن أنا هنا فاكرين هنا طبعا البطتين اللي كانوا مطلعين الرأدة اللي هي كبيرة ما شاء الله على السطح والرأدة التانية اللي فيها الفراخ كده كده البلدي تمام؟ إن فرأدتين دلواتها نشغلة فيهم بس الرأدة التانية الزغيرة يسا ما صورتش فيها بصراحة سأقول لكم فيها الأيام اللي جاية ونعمل لها خلطات من وهي صغيرة كده عشان تشوفوها لإني ناس كتيرة جدا عاوزة خلط التسمين للعمر هعمل لكم خلط التسمين للعمر وهتشوف البط هيوصل معاها إن شاء الله الأوزان إيه؟ هتوفر بقى استهلاك على فهتوفر حاجات كتير عاوز أقول لكم يعني الشطرة هي اللي بتقدر توفر الأيام ده يا جماعة والله العظيم بجد مع غلو الأسعار إحنا كامو ربيين عاوز أقول لكم إحنا متضمرين من الآخر ليه؟ لإن أنت دلوقتي بتنزل دورة فراخ بتنزل دورة بط بتنزل أيا كان دورات الحاجة اللي أنت بتنزليها أنت بتيجي ببص تتلاقي مرة يعني الحاجة العلف غالي خلاص اشتريتي بالغالي وأكلت وسمينتي والحاجة خلاص هتطلع من عندك تيجي ببص تتلاقي الحاجة عندك سعرها هنزل في الأرض زي ما أنا كده ربيت دورة الفراخ وسبحان الله بعد مربطها وخلاص كبرت ودورة الفراخ خلست جينا مبصت لقينا أسعار الفراخ كلها راح تنزل هنا بأوريكم أن البط بضهوت كان تقريبا دلوقتي من عشر إلى خمستاشر يوم البطتين ما شاء الله همت اللي كانوا رأدين أنا قلت لكم قبل كده أن أنا ما برقتش حاجات يعني ما برقتش بط كتير أنا بأخذ البيض من البط وبرقته مثلا تحت بطتين ثلاثة لكن ما عندش جميليات إن أنا أرقت بقى كذا بطة في كذا مكان ما فيش عندي أصلا أماكن خلاص فأنا بشغل كده ما كان بأوريكم بس هنا هي تبطت هي الدية ببيضة هي ما شاء الله والبطة التانية ما شاء الله ببيضة فأنا هنا كنت بأوريها لكم هيا عاوز أقول لكم أن البطة بتاعتها كمان اتحسنت عن الأول يعني الدور الأولاني بتاعها كانت البطة أصغر من كده كانت البطة أصغر من كده فهنا أهوت شو ما شاء الله طبعا ده أتوشي لها أهوت آه ما شاء الله ربنا يبارك آه البيضة بتاعتها كبرت شوية فأنا كنت بأوريكم كان أبو شادي ساعتها بيقول لي عامل قبل بيضة وتو ما تعملش حاجة أنا بس أنا عاوز أصورها عشان أورها لهم آه يشوفوها بس إيه كده هنا طبعا الناس يبسألني أنت بتخزيني البيضة ازاي أهو أنا بحط كده في جردل أو في أي حاجة كده زي ما انت شايفين وبعينه خالص كده على جامل بأهم حاجة أنه هو يكون بعيد عن الشمس بعيد عن درجة الحرارة العالية بعيد عن أي حاجة وكامل لو أنت تقدر تحطيه في مكان مظلم والعلبة اللي انت حطا فيها كومة فتحها إذا تخلو تهوية يكون أحسن وأحسن كل يومين كده ولا حاجة حاول أن يقلبوا البيض بس مش أكتر علشان البزر اللي في بس ما تموتش مش أكتر من كده خلاص أنا شايفينه نمدرية على لب طبقه ها عشان الشمس طبعا ممكن يحصل أي حاجة أقول لكم في الوقت ده أنا كنت حرنة جدا كنت خلاص كان هو مشاهده كان هو يفيت حاجة علي فبيقول لي انت بتعمله طبقه ما هو أنتش قادرة هموت ما هو أنتش قادرة فعلا بجد كان الجو حر جدا والمشمع اللي انتش شايفينه والأسود اللي أنا حطاه ده المشمع ده الجماعة بيعمل درجة حرارة إني ده عازل أصلا بيعمل درجة حرارة عالية جدا جدا فيعني الله المستعان الفراخ البدد كانت عايشة زي والحاجات دي كانت جوه عايشة زي كده الله المستعان طبعا هنا طبعا كله خلاص هنا الثلاث فراخات البدد دولت أنا هاخدهم معي دلوقتي وهتباحهم إن شاء الله آآ معاتش هنا بقى لفراخ البلد وهو زي ما انتم شايفين والبطة اللي رأى ده فإن شاء الله كده احنا بقى هننظف بقى المكان ده كله خارج كده وعشان نطهر عشان ننزل إن شاء الله دورة جديدة أنا كنت هننزل الدورة كمان تلاتة أيام بس أبو شاهد قال لي لا خليك على شهر التسعة إن شاء الله كده نزل الدورة الجديدة تكون كمان في التراوة مايبقاش فيه نسبة حر يعني شديد فإن شاء الله كده على أول التسعة بإذن الله هنبدأ لنزل الدورة الجديدة بإذن الله زي ما تشايفين كده بس وهو ده الفيديو بتاعي يعني هي ده كل الحاجات اللي أنا عملتها النهاردة على السطح من أول الطيور الزغيرة لحد الطيور الكبيرة آآ فأنا بقول لكم إن اللي بتعبان جدا جدا يا جماعة والله العظيم في الموضوع دوت المربيين المربيين طلعان عينهم بجد إن أنت بتعملي الحاجة بالغالي تيجي ببص تيجي تتلاقي السعر عندك نزل طبعا الناس كتيرة جدا تقول لك دورة يعني آآ تعمل دورة أو دورة مثلا تنتج دورة لا ما فيش كلام من ده محدش عارف ومحدش ضامن إحنا بنربي الحاجة وطبعا كل حاجة بتبقى راجعة بعي في الآخر لربنا يعني السعر بقى طلع السعر ينزل أنت وحظك النخل والبلح البلح قرب يطلع على البلح على النخلة كان ما شاء الله كان كله محمر كل سنة باخذ من الأراضي ريات يعني بتفق مع حد مسلا ينزل لبلح نخلة أخذ منه بيكون جميل جدا بعمل منه عجوة